أين الجنة وأين جهنم؟ الجنة فوق السماوات السبع وجهنم تحت الأراضين السبع الجنة سقفها العرش وجهنم في مكان يسمى سجين بعض المعصي يظن أن الجنة وجهنم بجانب بعضهما غلط معلومة مغلوطة عندي السؤال الثالث الذي هو وطال عمرك دائما نقرف القرآن عند سدرة المنتهى وش سدرة المنتهى؟ سدرة المنتهى شجرة جذورها في السماء السابع وممتدة إلى السماء السابع أوراقها كأذان الفيلة وثمارها كالقلالة القلال هي الجرة الكبيرة ويأتي عليها فراش من ذهب النبي رحمة السلام عليها شاف جبريل على هيئتها الحقيقية مرتين مرة عن سدرة المنتهى ومرة في مكان اسمها الاجئة شكرا السؤال الرابع من هن الحور العين؟ الحور العين زوجات للمؤمنين في الجنة ليس من الملائكة ولا الجن ولا الانس خط من خط الله سبحانه وتعالى سبحانه لو اطلعت إحداهن على الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب يا الله وش معنى الحور العين؟ وش معنى؟ الحور هي شديدة السواد سواد البؤبؤ وشديدة البيار العين هي واسعة العين يا سلام شكرا شكرا لبعد سلام عرفنا الحور العين السؤال الخامس من هم الولدان المخلدون؟ الولدان المخلدون خدم للمؤمنين في الجنة ما هم من الجن ولا الانس ولا الملائكة خط من خط الله سبحانه وتعالى من كل أقل شخص منزل في الجنة له عشرة آلاف من الولدان المخلدون هذول يخدمونه يا الله أقل واحد في الجنة عشرة آلاف للمؤمنين عشرة آلاف شكرا لبعد السؤال اللي بعده ما هي الأعرافة المذكورة في سورة الأعراف؟ العراف سور عند الجنة يقف عليه الناس اللي تساوت حسناتهم وسيئاتهم يأكلون ويشربون مدة من الزمن إلينا الله يقضي فيهم يدخلهم الجنة لكن إن شاء الله أنه ندخل الجنة غري آمين يا رب بإذن الله اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين كم مدة يوم القيامة؟ يوم القيامة خمسين ألف سنة كما قال الله تعالى تعرجوا الملائكة والروحوا إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تخيل ابن عباس يقول أن يوم القيامة هو عبارة عن خمسين موقف كل موقف مدته ألف سنة يعني خمسين ألف في الخمسين ألف سنة هادي المسلم تحت حرارة الشمس الصاقعة وش يصطرل فيه؟ الصدقة الصدقة اشتركوا في القناة